السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم من جديد طرق ووصفات ناجحة وغير مكلفة من أول مرة تابعينا لكل جديد تابعينا لكل جديد من أفكار سهلة وسريعة وجديدة في متناول الجميع طريقة اليوم خبز بالحشو هش وخفيف ولن تندمي إن شاء الله من تجربة طريقته تابعينا إلى آخر الفيديو نضيف الزيت إلى الماء والخميرة كمية الزيت ثلثة الماء بياض بيضة ومن ثم نضيف الدقيقة ونعجن المقادير في صندوق الوصف نضيف الدقيقة بالتدريج نضيف الملح ونبدأ في العجن ونستمر في العجن حتى يكون قوامها كما تشاهدين العجينة الخفيفة بدون زبدة أو حليب المهم اتبعي المقادير نضع قطرة من الزيت ونضع العجينة وندعها حتى تتخمر في المقلات نضع زيت الزيتون نضيف إليه البصل نتركه حتى يذبل نقطع الفلفل الملونة إلى شرائح نضيف الفلفل الملونة إلى البصل ونحركه نتركه على النار حتى يذبل نسلق بطاطسة ونهرسها ثم نضيف التوابلة باباريكة زعتري ملح وفلفل أسود ثم نضيف خليط الفلفل الملونة ونحرك كل المقادير مع بعض وبعد أن تتخمر العجينة نشتغل عليها نقسم العجينة إلى قسمين نطرح القسم الأولى في القالب نضيف الحشو الجبنة الصفراء مبشورة وحفنة من البقدونس ونخلط كل المقادير مع بعض ثم نضع الحشو على الطبقة الأولى ثم نضع الطبقة الثانية من العجينة نشكلها بإصابعنا ثم ندهن وجهها بصفار البيضة ونرشو عليها السمسمة والشوفان أو حبة البركة وندخلها إلى الفرن مائتان درجة مئوية ونتركها حتى تتحمر دمتم في حظ الله ورعايته تابعينا لكل جديد بالاشتراك والتعليق والمشاركة انتظرونا في فيديو جديد شكراً على المشاهدة